موسيقى اهلا بيكو في حلقة جديدة في برنامج تفضلوا عندنا النهاردة هنكمل حلقات عيد الاطحى هنعمل النهاردة بقى اليوم المصري اليوم بتاعنا عندنا النهاردة فتة وحنعمل كده صنية من الكبد والكلاوي والقلوب وحنعمل كمان رؤاء باللحمة تعالوا مع بعض نشوفها صفاتنا وبعد الفاصل موسيقى رجعنا بعد الفاصل دلوقتي وحنشوف معانا اول وصفتين النهاردة هعمل اول وصفة بتاعة الكبد والكلاوي والقلوب طبعا بنعملها كل سنة بس كل سنة كده بنحاول نغير فيها شوية هتبقى عبارة عن تلات الحاجات اللي انا قلتها كبد والقلوب والكلاوي وبصل وفلفر رومي وماشروم وكسبرة وتوم وكريمة طيب هنجيب كده السمنة اول حاجة القلوب بتاخد وقت اطول في النهارة هنحط لها سلسل قسفة كده وبق صغير قوي من الخل اللاخل بتضيع طعم احلي خلاص وبصل وهو كده بيستوي وكمان توم انا بحب بسوي كل حاجة لوحدها مش بحب بسويهم مع بعض بصراحة عشان كل حاجة تستوي صح الكبدة من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص عالنار هقلب كده وفي الحلة هنا هحط الكلاوي هحط لها تلفل اسويت بس الكلاوي بقى لها خل القلوب بتبقى فيها زفارة كده بسيطة فعشان كده بحب احط لها الخل احط برضو كمية التوم اللي نحطها نخلي بالنا ان احنا هن اتلاقي التلات مكونات دول هنلغباتهم مع بعض فما نحطش كتير يعني انا عايزة سبع فصوص توم نحاول نقسمهم انا حطيت هنا تلاتة هحط هنا اثنين وهحط اثنين على الكبدة اللي بقى اللي بيحبوا التوم كتير هحط بصل بصل بيحليها قوي تول جهك هون من راته هاش همه تسواتش يمكن أن الاب هناكدا تماما لسكنس أليكدا باي طيب ممكن بقى نعمل كده الرؤاء نحط هنا الزبدة مع معلقة السمنة أنا بعمل الرؤية طري بطريقة كده معينة بحبها جداً وبالطعام قوي هنجيب المرأة لازم تبقى دافية خلاص وهنجيب اللبن كوباية مرأة عليها كوباية لبن وهتبقلها كده بالملح والفلفل الأسود اللخبط هم كده ومع إن فيه جسط تطيب برضو إيه هحط كده إيه جسط تطيب نحط هنا بوهرات وهنا بوهرات البصل والطوب مش هيخليني يحتاج إن أنا أخط مية خالص لأن مية البصل لما بتنزل دي كفاية جداً وهنا كباً نحط هنا بقى الزبدة وأجيب الصانية بتاعت الرؤاء هحط لها كده حبت أنا بحب أعمله بصراحة بزبدة ميكس حتة من السمنة وممكن أستغنى عن السمنة كمان هجيب كده بقى الرؤاء عايز أقول لكم بقى اللي يتقص منه ده طبعاً مش هيكرمي ده بيتقطع كده مكعبات وبيتقلي وهنشوف بقى في السيجمنت التاني هنعمل بيه إيه اللي إحنا قطعناه ده نعم ممكن نقطعه حتة كمان الحاجات دي أصلاً ما بتترميش أet. Two, actually hao ası Luftwinter الهاتف 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 هبتدي بقى حط اللبن مع المرأة مع الزبدة كده هون هنا كده لازم الحاجة تبقى دافية وأحطه كده ولازم نسقسقه كويس عادة الرؤاق ما بيجيش مظبوط فلازم نقصه واحنا بنشتغل إلا بقى لوصانية كبيرة جدا يعني نحطه كده نضمن إن كله بقى باللبن والمرأة والزبدة بيبقوا خمسة تحت وخمسة فوق يعني أنا بحب كده شو ما يبقاش تخين قوي اهو كده نحط اللحمة مرأة مرأة وخمسة مرأة مرأة ايه رأيكم بقى نطلع فاصل انا في الفاصل حكمل بقية سقسات الرؤاق وهحطه ومش هدخل الفرن غير لما ارجع خليكم معايا نجعنا بعد الفاصل اهو الرؤاق حطناه كده وقطعته مسلسات وحطيت عليه شوية زبدة سايحة فوق الوش هحطه دلوقتي في الفرن انا فيه بصل ابيض حطيته كده في الزبدة عايزة اشوحها عشان اعمل بيه السوس بتاع الفتة قبل بس ما ابتدي القلوب خلاص استوت هحطها بقى على الكلاوي شايفين اصلا الكلاوي لونها ايه بصوا خلاص هحطها بقى مع الكلاوي كده ايه واسيبهم كده ايه يغلو مع بعض غلوة وهنا هحط معلقة من السمنة مع التوم بقيت هنا هحطه مع البصل بصل شرايح مع توم مفروم ده اللي هعمل بيه سوس الفتة المصري بس هعملها كده هنا اول بس دي اللي هحط فيها الكبده 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 اللي بقى ايه عندي تلفل اسود كده وشرايح الكبده كده هحط كده هحط كده ايه شراحتين كده من التوم انا هحطت مفروم عايز احط كمان ايه شرايح ماشي هبتدي بقى احط اللحمة اللي طالع من المرقة اللحمة لحمة عادي بعض سلقتها كويس اللحمة 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 اشتركوا في القناة اللحمة كيف ده يقلبها بالراحة خالص لحد بس ما لونها يضغير طيب هبتدي بقى هنا احط على الكلاوي والقلوب المشرب خلاص وفي دي احط شرايح الفلفل وقلب كده كويس قوي عايز اقول لكم طعمها بيبقى جميل جدا جدا الوصفة دي وحجيب الكريمة حط شوية صغيرين مش كتير تطعامها بس لكن مش عايز اتغير لونها هبتدي هنا بقى حط المال وحجيب الكريمة 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 احجي الوصفة وحجيب الكريمة هنا كده. مكان كده بلت السلطة هحط الخلج. هحط طماطة مقشورة او عصير طماط. هحط الخلج مع معلقة السمنة. طيب قبل بقى ما دي تتسبك. لازم تتسبك كويس قوي. تعالي واقولكو هنغرف الفتة ازاي. هجيب الطبق كده اللي هغرف فيه. شايفين الرؤاء اللي تبقى منه. قليته في الزيت عادي زي ما بقى لي اي حاجة. قليته في الزيت. وهحطه كده عايز اقولكو بتعم الفتة بيختلف جدا مع الرؤاء ده. طيب وحبتدي احق اسقه كده بالشربة. الشربة متبلة. وما نحط الشربة كتير انه بيطرى بسرعة. هايت اقولكو ريحته جميلة جدا. اعملوا كده الفتة بالرؤاء ده. هتحسوا فرق كتير عن العيش. بسرق كده. بسرق كده. بسرق كده. طيب. طيب. طيب هي الكبدة خلاص كده استودت نحطها كده بقى بس ونبتدي بقى ايه نغرفها نحط كده اللحمة نحط كده عليها البقدونس شايفين شكلها حلو جدا زي نبتدي بقى نغرف الوصفة التانية بتاعت النهارده كوكتيل بقى من الكبدة والكلاوي والقلوب وتعالوا شموا بقى ريحة حلوة جدا 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 كده الوصفة التانية بتاعت النهارده نروح بقى تشوف الرؤاق اللي في الفورد وطاري جدا وفي نفس الوقت مقرمش عايز اقول لكم طعم جميل وحيعجبكوا قوي النهارده عملنا ثلاث وصفات مصري عملنا فتة مصري بالرز والرؤاق مع اللحمة المسلوقة وحطناها بصوص التماطم اللي بالبصل والتوم والخل وعملنا كمان كبد وكلاوي وقلوب بالمشروم والفلفل مع صوص الكريمة الخفيف ومنساش البصل والتوم وشرايح الفلفل هتخليه تعمه حلوة قوي ومنساش كمان نحط عليها الكزبرة والتوابل والملح والفلفل واخر وصفة عملناها النهارده رؤاق الطاري اللي باللحمة المفرومة يارب تكون النهارده الوصفات عجباتكم واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وكل سنة احنا كلنا طيب باي باي اشتركوا في القناة